أكد مفوض عام وكالة الأونور وفيلب لازاريني أن الوكالة لم تتمكن من التواصل مع فريقها في رفح الفلسطينية الليلة الماضية وذلك بسبب القصف الإسرائيلي لافتا إلى أن الصور التي تصل من هناك مروعة وضف لازاريني أن قطاع غزة تحول إلى جحيم على الأرض مشيرا إلى أن الوكالة تكافح من أجل إدخال المساعدات إلى القطاع هناك أكثر من مليون شخص نزحوا قصريا ونصف سكان غزة اضطروا للعيش على الطرقات وهم يعانون من أجل الوصول إلى المساعدات ونحن نواجه معاناة من أجل توصيل المساعدات بالأمس كان هناك صور مروعة لأشخاص كان هناك عدة ضحايا وكذلك أيضا بعض المستعمرات تعرضت لصواريخ ولقي بعض الأشخاص مصرحهم ولم نتمكن من التواصل معهم بسبب صعوبة في الاتصال ولم نتمكن من الوصول إلى الفرق العامل على الأرض الواقع لمعرفة التطورات ترجمة نانسي قنقر